الجزيئات Molecules يمكن تعريف الجزيء بأنه مجموعة تتكون من ذرتين أو أكثر تشكل أصغر وحدة يمكن التعرف عليها والتي يمكن فيها تقسيم مادة نقية بحيث تظل محتفظة بتكوينها وخصائصها الكيميائية حيث تتحد هذه الذرات كيميائياً من خلال مجموعة من العوامل الخارجية مثل الحرارة والضوء والتي تؤدي إلى تكوين الجزيئات من خلال انتقال للإلكترونات الحرة في المستوى الأخير إلى المستوى الأخير لذرة العنصر الآخر وهنا يمكن تقسيم نوع الروابط لتكوين الجزيئات إلى نوعين وهما الروابط التساهمية والروابط الأيونية أما بالنسبة لأنواع الجزيئات المتكونة فتنقسم إلى نوعين أساسيين على حسب الجزيئات المتشاركة حيث إنه في حالة تشارك الجزيئات المتشابهة يطلق عليها الجزيئات المتجانسة هومو أتوميك مولوكيولز أما عند اشتراك ذرات لعناصر مختلفة فيطلق عليها الجزيئات غير المتجانسة هترو أتوميك مولوكيولز تمثيل الجزيئات الصيغة الجزيئية وهي أسهل طريقة لتمثيل الجزيئات والتي نستخدم فيها الرموز المخصصة لكل عنصر كما ورد في الجدول الدوري ويتبع بترميز سفلي لعدد الظرات الممثلة لكل عنصر في الجزيئ ومثال على ذلك الصيغة الجزيئية للأمونيا هي NH3 والتي تعني أن جزيئا واحدا من الأمونيا يحتوي على ذرة واحدة من النيتروجين N وثلاث ذرات من الهيدروجين أما بالنسبة للصيغة البنائية فتعطينا معلومات عن كيفية تراكب هذه الذرات في الفراغ حيث تشير النقطتين على النيتروجين في الصيغة ناحية الهيدروجين بوجود زوج وحيد من الإلكترونات والتي تشارك برابطة تساهمية واحدة مع كل ذرة هيدروجين كما تشير النقطتين أعلى النيتروجين أن هناك زوجا من الإلكترونات لا يدخلان في أي رابطة تساهمية